إذن هذا المحرك على الروتر. والروتر هذا طبعاً صوفت عين. إيش لازم تكون مادة هاي؟ فروماغنتي. وهاي طبعاً فروماغنتي. حتى أعمل هون إلكتروماغنتي، حتى أعمل هذا الكويل، إيش لازم يكون عندي على الستيتر؟ وينديكس كمام. فهذا لازم يكون عليها وينديكس. وهذا لازم يكون عليها وينديكس. هلازم يكونوا هون عادةً يكونوا على هذا الجزء. وعلى هذا الجزء. هلأ هاي راح تتحول لماغنتيك سيركت. مظبوط وين اتجاه الفلوكس؟ راح تكون يا إما هيك يا إما هيك. مش هيك؟ إذن حتى أخفف من في هدول كيف بدأ تكون الصفائح؟ بيتكون هيك لأنه بيحاول يعمل بهذا الاتجاه. فالصفائح بدأ تكون بهذا الشكل. عارفين شو الصفائح؟ عشان تخفف من إيش؟ يعني لو هذا بدي أبني الروتر بدي أجيب قطع رقيقة جداً شكلها زي هيك. وإيش أعمل؟ بلازيهم كنهم ببعض منهم. بيكون بينهم مادة عازلة مثلاً أو مادة يعني ما تكونش في الماغنتيك في حيث إني أعازل الدائرة. فراح تصير هاي الماغنتيك سيركيت. هاي عندي هون ماغنتيك فيلد سترينكث اتش. راح يتكون عندي هون في ريلاكتنس. وراح تصير هون في ماغنتيك سيركيت. يعني لو كانت مثلاً سابة بتاع هاي النقطة. هاي خطوط المجال. راح تكون بهذا الشكل وبهذا الشكل. هاي راح تمر عشان أخفف منها. نعمل حتى أخفف من الـ current losses اللي موجودة. هاي راح تكون عشكل صفائح وهاي راح تكون عشكل صفائح. الصفائح هاي كأني بقصة هيك بهذا الشكل. هاي بقصة فيها شكلها زي هيك. بس رقيقة بتكون. والمادة فروماغنتيك. وبلزي عدد كبير منهم جنب بعض. بعطوني الروتور منهم. نفس الإشي باشي بعمل بس ثيتا. والسبب إني بعملهم بهذا الاتجاه. لأنه الـ flux راح يكون بهذا الاتجاه. فالـ flux لما يمشي بهذا الاتجاه. راح حاول يعمل الـ current losses حواليه. الـ loops هيك راح تكون. الـ loops لما تحاول تعمل هيك. لا تقدر تكمل مش هيك. لأنه القطع هاي. الـ Laminations هاي راح تمنع. هلا خلينا تطلع. بدنا نحسب الزاوية تبعة هذا المحرك. هلا هذا المفروض انه محصول. بحيث انه يتحرك باتجاه واحد. لأنه هذا soft iron. ما بدنا تواجهنا المشكلة اللي شفناها هناك. ها؟ لازي يكون واضح وين بده يمشي. مين الاسهل له يروح له. حتى يكون اسهل له لازي يكون اقرب عليه. فخلينا نطلع الان على الحركة. اول شي عندي هون. شو راح اشغل؟ راح اشغل مثلا. North, South, North, South. هاد راح عطبه فيز. رغم انه هو اربع كورس. بس هو فيز واحد. فلو شغلت North, South. North, South, North, South. راح يجذب بهايط طريقة. مش هيك؟ هاد اسهل مكان الو يتوقف عنده. حلا بدي امشي للامام. شو راح اشغل؟ راح اروح اشغل مثلا. هون North راح اشغل بهذا North. هون South راح اشغل بهذا South. هون North راح اشغل بهذا North. وهون South راح اشغل بهذا South. حلا. ايش اللي راح يصير؟ هل هذا راح يروح من هون لهون؟ قل له هاد راح يجي من هون لهون. فكروا فيها مظبوط. مين الاسهل؟ مين الاسهل يتحرك؟ مين مسافته اقل؟ هادة. مش هيك؟ اذا كيف راح يلوف هذا المحرك؟ لعون ترمت القوات. اذا راح يمشي هادة المسافة هاي من هون لهون. وهاد راح يمشي المسافة هاي من هون لهون. راح تقول لي هادة راح يمشي موفير ازيج والمجنس. هادة اقرب. هادة اقرب من هون. هادة هو ذي. والقاب فكرة بتكون عندي فورس على القاب. فيه هون عندي air gap مظبوط. راح تكون عبرها فورس. وبتقدر تحسبها. بتعتمد على B و A و M U. راح تتحرك هاي بحيث انها تصير اقل reluctance. اقل مقامل الفلو تبع الماغنتيك فلوكس. اللي راح تستقر هادي هون. راح تستقر هادي هون وهكذا. اوكي؟ هاديش مشينا؟ هادي فول ستيبنق على فكرة. اللي انا عملته الان. ثلاثين درجات. ها بس جابوني على هادة السؤال او. ليش هادة اعتبرته فول ستيبنق مش هاف ستيبنق. راح كنا نشغل فول ستيبنق. تمام شغل واحد بس نطفي واحد وبنشغل واحد. هادة ايش اسمه؟ فول ستيبنق. طيب هاديش نحرك بهاي المسافة. هلا هادة عندي تسعين. اذا هاي تلتين. تلتين تلتين. بس هو ما مشي تلتين. هو نسو نسو التلتين ازان. ها أديش. خلات اتاكدوا هادة صحيحة على فول ستيبنق هنده بطلع عندي خمسة اشترة درجة. هنديش عدد الستيتر بول. ها هي نفس الحساب اللي عملناها هلا. واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسعة عشر حداش شو اتناش. اذا عدد الستيتر بول، اتناش. اذا ثيتا ستيتر شو بتساوي؟ تلتين درجة. عدد الروتر بول، تمانية. واحد، تنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. اللي حسبناها المسألة اللي حسبناها بشوية تطلع خمسة واربعين. فبصير عندي مين اللي أكبر؟ ثيتا آر، مش هيك؟ فبصير عندي ثيتا آر مينس N ثيتا S. إيش أصغر N ممكنة بالحالة هاي؟ راح تكون خمسة واربعين ناقص واحد في ثلاثين راح تعطيني خمستاش. لو كانوا عفكرة مضاعفات بعض ما بلفش المحر. ماشي، تطلعني أنت عن خمسة واربعين ناقص N في ثلاثين. شو الN اللي ممكن تحطها حتى تكون هاي تضل هاي العلاقة صحيحة؟ انتجر، واحد، واحد شو تعطيك؟ خمستاش، اثنين؟ تطيك رقم نيجتب، ملو شو معنا؟ أصغر انتجر، بدي أصغر انتجر بعطيني الرقم منطقة. وبديش هيها يكون نيجتب، يعني هذا خمسة واربعين ناقص ثلاثين راح تعطيني. مش الN اللي بهمني، اللي بهمني اللي بطلع اللي هي الدلتا ثلاث. هلو لاحظوا النقطة اللي حكيتها أنا ما بنيتوش المحرك؟ حاولوا تفكروا هلا هون ها تفكير. لو كانوا هدول مضاعفات بعض المفروضون ما يلف في المحرك. هل بنقدر نشوف مثال عليها بتطلع الزاوية zero؟ يعني احنا مثلا كيف ممكن نعمله هذا؟ مثلا لو كان هذا 16، لو كان هذا 16، 16، قديش راح يصير عندي هذا؟ 360 على 16 بطلع قديش؟ 22 ونص. 45 واربعين ناقص N في 22 ونص. إيش N بنها تكون؟ واحد راح تعطينا أو اثنين مش ناك؟